السلام عليكم عدت إليكم مرة أخرى دائما في إطار مشاركتكم كل الوسائل التي تعينكم على التمدرس عن بعد والبقاء على اتصال بموادكم استعدادا بإذن الله لاجتياز امتحاناتكم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح جئتكم هذه المرة بروابط جد مفيدة تجدونها في صندوق الوصف يعني أسفل هذا الفيديو تضغطون على الزر الموجود أسفل العنوان وتجدون هذه الروابط معرفة كما يلي إذن الرابط الأول هو رابط قناة الرابعة على يوتيوب الرابط الثاني هو رابط قناة الرابعة على الأنترنت يعني رابط موقع قناة الرابعة ويمكنكم بين قوسين أن تتابعوا البث الحي انطلاقا منه انطلاقا من الموقع كما يمكنكم متابعة أيضا البث الحي انطلاقا من يوتيوب أنوّع لكم حتى تتعدد وسائل متابعة البث الحي وتمتاز قناة يوتيوب بوجود فيديوهات تم بثها على قناة الرابعة أما الرابط الثالث فهو يحيلكم على شبكة البرامج إذن لن أستطيع تشغيل فيديوهات إذن لاحظوا بالضغط على الرابط الأول يحيلنا مباشرة إلى تطبيق يوتيوب وفي حالة ما إذا لم يحيلكم على التطبيق سيحيلكم على المتصفح ولكم أن تدخلوا على يوتيوب انطلاقا من هناك لاحظوا هذه هي القناة هذه هي فرضا أنني غير مشترك إذن أعدت الوضع إلى عدم الاشتراك أنصحكم بالاشتراك فيها بالضغط على هذا الزر الأحمر ثم تأتون يمينا إلى هذا الزر الجرس وتضغطون على أول اختيار تو حتى تتوصلوا بكل ما تنشره القناة كما تلاحظون ها هي فيديوهات لدروس متنوعة لمختلف المستويات أعتقد أنها فيديوهات كثيرة لا بد أن يجد كل واحد منكم فيها ما يبحث عنه لكم أن تبحثوا عن ما تريدون عبر قوائم تشغيل بلايليست حتى تصلوا إليه بسهولة ها هي مرتبة حسب المستويات هذا بالنسبة للرابط الأول بالنسبة للرابط الثاني يحيلنا على الموقع لاحظوا كل ما علينا أن نضغط على زر بلاي هذا الموجود تحت علامة الرابعة لينطلق تشغيل الدرس الذي يبث حاليا وفي الأسفل هناك مربع إن أردتم أن تجعلوه ملء الشاشة يعني بلايكرو إن أردتم أن تتابعوا هذا الدرس على الشاشة بأكمالها إذن سواء فتحتم هذا الرابط عن طريق الحاسوب أو الهاتف فإنه سيوصلكم لا محالة بإذن الله إلى المطلب أما الرابط الثالث فهو لا يقل أهمية عن الرابطين الأولين لاحظوا هنا شبكة شبكة من البرامج حتى إنكم تستطيعون أن تعرفوا يعني حتى برامج المواد التي تم تقديمها وبثوها سابقا لأن أطيل عليكم أترك لكم اكتشاف هذا الشبكة لاحظوا هنا مجموعة من سنوات والمواد والمواعيد وفي الأعلى تختارون ما شئتم لتدخلوا إليه أو لتدخلوا إليه عبر الرابطين السابقين يعني هذه مجرد شبكة برامج فقط لا تدخلون من هنا الدروس ولكن تعرفون المواقيت والمواعيد بالتدقيق أتمنى أن أكون قد قدمت إليكم شيئا آخر جديدا مفيد إلى لقاء قادم بكم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته